اكثر من عشرين يوما مرت على زيارة وفد الحكومة الى تعز الا ان الطريق الوفدي ما يزال مليئا بالعوائق خصوصا فيما يتعلق بتسلم مؤسسات الدولة جهود وفد الحكومة برياسة نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري اثمرت عن تسليم الجيش عدة مبان حكومية للسوطة المحلية منها مبان تعليمية لكن مؤسسات اخرى ما تزال عالقة وسط التباينات السياسية والامنية منها واحد وعشرون مؤسسة تعليمية وامنية تقع تحت سيطرة كتائب ابو العباس كانت الكتائب قد سلمت البوابة الشرقية لجامعة تعز وابدت اخيرا استعدادها لتسليم المؤسسات الواقعة تحت سيطرتها مستثنية منها التي لها ارتباط بالمواقع العسكرية تسليم مشروط اذا جعل البعض يشكك في مدى جدية الكتائب التي قالت في بيان لها انها حريصة على دعم جهود الحكومة في تعزيز حضور دولة النظام والقانون لكن ناشطين اعتبروا البيان خطوة ايجابية من فصيل مسلح طالما ظلت علاقته بفكرة الدولة محل جدل وشك ليست الكتائب وحدها من ترفض تسليم مؤسسات الدولة او تشترط التسليم فهناك فصائل مسلحة اخرى ما زالت تعيق عملية اخلاء المباني المدنية وتطبيع الحياة العامة فيها يؤكد مراقبون ان الصراع بين تطبيع حضور الدولة والفوضى في تعز سينتهي لصالح الدولة نظرا للدعم الشعبي الذي يرافق اصرار وفد الحكومة في تفعيل مؤسسات الدولة خصوصا بعد فتح فرع البنك المركزي وتدشين العمل باصدار اول جواز من فرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز